القدماء المصريين كانوا من أوائل الحضرات التي اهتمت بدراسة الفلك والفضاء تطورت معرفتهم في هذا المجال عبر العصور واحدة من أبرز إسهامتهم كانت استخدامهم للفلك في بناء الأهرامات وتحديد اتجاهتها والتي تدل على معرفتهم العميقة بالفلك والفضاء تركز الأبحاث الفلكية للمصريين القدماء أيضا على دراسة حركة الشمس والقمر وتأثيرها على الحياة اليومية والديانات المصرية القديمة يظهر صراهم الفلك الغني في العديد من النصوص والرموز التي تم اكتشافها في الأصار المصرية والتي تكشف عن مدى تطورهم ومعرفتهم العميقة بالكون والنجوم استخدم القدماء المصريين المعرفة الفلكية في بناء التقويم وتحديد موعد الأحداث المهمة مثل الزراعة والمواسم الزراعية والأعياد الدينية وغيرها من الأشياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة اللي انت شوفت دلوقتي يا جماعة كان فيديو تم إنشاؤه من خلال موقع أوريا دوت برو الموقع مجاني تماما تقدر تعمل بالخدمة دي والخدمة دي جميلة جدا بتحول أي صور عندك سابتة إلى فيديوهات متحرك الفيديو بيكون مدتو ثانيتين لكن إنت لو حوالت مثلا 20 صورة 30 صورة هتكون فيديو من 60 ثانية أو أكتر تعال نشوفوا الطريقة دي تعاملت إزاي وإيه اللي حصل في البداية جماعة الصفحة الرئاسية بتاعت الموقع بيكون معاك بالشكل ده بعدها إنت بتضغط على كلمة طولز كده وبعدين بتختار الخدمة دي الخدمة دي هي دي اللي احنا عاوزين نقدامها النهاردة وهي مجانية تماما قدرت إزاي أشتغل عليها هقولك دلوقتي كل حاجة بالتفصيل يعني إحنا عاوزين بس نعرف إيه اللي حصل اللي حصل بكل بساطة يا جماعة إن أنا كان معايا مجموعة صور سبتة زي ما أنت شايف قدامك كده كلها صور سبتة مفيش فيها أي مشاكل خالص عملت إيه في الصور دي خلتها متحركة من خلال الخدمة اللي بيقدمها لنا موقع أوريا بشكل بسيط وسهل خالص طيب أنا جبت الصور منين من الأساس الصور ممكن تجيبها من أي موقع بينشئ لك صور بالذكاء الاصطناعي ممكن يبقى عندك أصلا مكتبة صور ممكن أنت تجمع صور بنفسك من أي مكان ده موضوع راجع لك أنت بأكده جزء الصور خلاص خلصنا منه بعدها بتخش على الخدمة دي اللي هي الخاصة بموقع أوريا اللي احنا جبناها من الأدوات اللي هي الخدمة دي يركز أول اللي هي قدامك أهي بالشكل ده أهي دي الخدمة المجانية تماما اللي هتديلك الخدمة اللي هتديلك الطريقة الاحترافية اللي هتعمل بها الفيديو طب وبعدين هتيجي بقى للمرحلة اللي بعدها وهتيجي على بي اميج وتروح رفع الصورة بتاعتك أنا على سبيل المثال عاوز أسمي الصورة دي عنوان حط أي اسم بعدها بتختار من هنا الصورة اللي انت عاوز تحولها ايا كانت بقى هنخش على دوق اللود ونختار الصورة دي مثلا على سبيل المثال بعد ما تختار الصورة انت بتقدر تتحكم في الاعدادات اللي هنا دي بس اللي هتحكمت فيها او زوادتها بتاخد وقت أطول على ما تنتج لك الفيديو فخليها زي ما هي ما عندناش مشكلة الصورة بعد ما تعمل لها upload من جهازك خلاص بقت مرفوع وجهازها هي ضغطة واحدة هنا كده هتبدأ بقى هنا الموقع يحمل ويجيب لك الشكل اللي ظهر قدامك ده ده معناه ان الموقع بدأ يعمل generate للصورة ويخليها فيديو هيحول لك اي صورة انت حطتها ثابتة الى فيديو لكن لاحظ معايح حاجة مهمة المرحلة او الوقت اللي بيقضيه في generate ممكن يبقى 3 دقايق ممكن يبقى 4 دقايق فبياخد وقت طويل شوية لكن انت مش ملتزم انك تبقى واقف في الصفحة عادي جدا ممكن تسيب الموقع يحمل وترجع له في اي وقت هتلاقي نزلك الفيديو عادي جدا مفيش عندك اي مشاكل في حينت قصدي هيكون زي الفيديوهات اللي موجودة قدامنا واللي ظهر قدامنا دي بس انت مش شرط اساسي يكون واقف في اللوحة نفسها اللي بتعمل generate تمام خلينا ننتظر لحظات كده ونرجع لكم تاني وبكده خلاص يا جماعة زي ما انتم شايفين كده بدأ ادالك الصورة والمعينة معناها ان الفيديو تم انشاؤه تلغط ضغط واحدة عليه كده هتلاقي الفيديو تم عمله بالشكل انت شافه قدامك ده طبعا الصورة اللي انت شافه قدامك متحركة دلوقتي هي مش متحركة وبقت فيديو يعني اتحولت اه من صورة سابتة الى متحركة ده الفيديو كده بالزبط طبعا الشخصات بتتحرك الكلب بتتحرك لو تاخد بالك برضو هتلاقي انه الصورة كلها بالكامل بقت متحركة وبقت حية تعال نشوف بقى الاصل عامل ازاي لو رحنا على الاصل كده في هتلاقي انه الاصل عندك مش متحرك صورة سابتة بالشكل اللي انت سافه قدامك ده ده الفرق بقى يعني انت كده ديته صور بدأ بدأ يعتهلك ايه فيديوهات اهي بالشكل انت شافه قدامك ده طبعا سنيتين بالزبط لكن زي ما قلتلك كل الفكرة معتمدة عليه بقى انا بقى خدت الفيديوهات دي كلها عمل تحميل ضغطة واحدة هنا كده على الزر ده هيديني تحميل ويعمل ده واللود اهو والتحميل نزل فيه انت خش كده على الفولدر اللي انت حملت فيه الفيديوهات بقى معاك صورة وبقى معاك فيديو اضغط على الفيديو كده بقى جاهز معك انك تدخله اي برنامج منتاج وده بقى اللي انا جاي اقول لك عليه الحلقة ده يا جماعة علشان تدي لك بداية خيط لكن مش عشان ادي لك اه ابداعك هيبقى عامل ازاي كل واحدة هيبقى مبدع بطريقته تعال نشوف بقى ايه اللي انا استخدمته تاني وايه اللي حصل لما خدت الفيديوهات دي عملت بها ايه خدت الفيديوهات دخلتها في برنامج اسمه بعدها وروحت ايه نزل عليها كمان الترجمة بتاعتها اللي هي ظاهرة قدامك بالشكل ده وبدأت تظهر قدامك بالشكل اللي ظهر قدامك ده في المنتاج المنتاج عبارة عن ايه سجلت مقطع صوتي اللي هو ده اللي هو في الجزء اللي تحت ده ده مقطع صوتي خاص بي انا وبعدين ضفت الفيديوهات اللي هي مقاطع اللي هي كانت بالشكل ده قدامنا في الموقع اهي دي كل اللي انت شايفه قدامك دي مقاطع اه فيديو انا انتكتها بنفس الطريقة اللي بشرحها لك وخدتها طبعا وحطتها فين في البرنامج بتاع المنتاج وبعدين حطت لها المقطع الصوتي يبقى ده كده سابت انت خدت وخلاص ده بقى من عندك انت مقطع الصوتي ده من عندك انت وترجمة الفيديو دي حاجة راجع لك انت وعلى حسب ابداعك حابب تعملها او مش حابب تعملها برضو راجع لك انت في الجزء يا دي وبدأ يظهر لك النص زي ما انت شايف في الجزء اللي فوق ده تحت كده والفيديو متحرك وشكل احترافي بقى شكله احترافي بالمنظر ده تقدر تعمل بقى فيديو دقيقة تقدر تعمل فيديو اه بالعدد اللي انت عاوزه كمان الجميل في الموقع انه هو في الخدمة لما بتخش عليها مفيش اي حدود للاستخدام وتقدر كمان تشتغل على الخدمة دي اه بشكل مباشر واشتراكك في الموقع سهل جدا وبسيط هشرح لك الحاجات دي دلوقتي وهفهمك ايه اللي هيتم اول حاجة يا جماعة في البداية خالص هتخش على الموقع من الرابط اللي انا سيبه لك في الوصف تحت الفيديو خش من خلالنا علشان تقدر تستفاد بالخطة المجانية طبعا الموقع منتاز جدا وسهل وبسيط في الوقت الحال اللي انا بشرحه دلوقتي هو مجاني وزي ما قلت لكم في كل المواقع لو كان في عليها لوت كبير وطلب كبير الله اعلم ازا كان هيبقى فيه خطط مدفوعة في المستقبل ولا لا لكن مبدئيا خش من الرابط اللي موجود في الوصف تحت الفيديو هتلاقي الرابط اللي هو فيه كلمة الصباق ده خش كده وتأكد انك فتحت منه بعدها هتعمل ايه هتشترك هتشترك وتعمل اكاونت عادي خالص من خلال الجيميل بتاعك والموضوع بسيط يا جماعة وسهل خالص اه بعد ما تشترك في الموقع سواء باميل او بالجيميل بتاعك بيت مفاتح عادة وعندك شغل كامل حتى في عندك مساحة داخلية تقدر تشتغل في الخدمات اللي احنا شرحناها قبل كده الناس اللي امتابعة معايا وعارفة احنا كنا شغالين ايه على الموقع الموقع فيه خدمات تانية كتيرة جدا وعندك تقدر تعمل كرية من هنا وتخش على الخدمات الاساسية بتاعة الموقع فيه حاجات كتيرة جدا ممكن ايه آآ تستفاد بيها واحنا شرحناها قبل كده احاول اسيب لك برضو الفيديو القديم اللي هو بتاع الشرح في آآ آآ وصف الحلقة دي تمام انت كده عندك الصفحة الرئيسية لما بتضغط عليها بتدي لك كل خدمات الموقع وبتشرحولك وبعد كده بتخش على الحاجة الاساسية اللي احنا بنشرحها النهاردة وهي الخدمة دي وعندك برضو خدمات ترجمة وخدمات كتيرة جدا تخص آآ الموقع ولكن ممكن نشرحها في حلقات تانية لكن خلينا نقول الخدمة الاساسية اللي احنا عاوزينها هي الخدمة دي طيب في حاجة تانية ممكن نستخدمها آآ ممكن ممكن من هنا كده تدي له نص بر متجاهز كده للروبوت من غير ما تدي له الصور خلي بالك انا ما اعطيتوش صور دلوقتي وبعدين ادي له اوكي وهبدأ واسيبه وممكن اتحكم في الحاجات دي كلها على حسب النمود اللي انا عاوزه وبعدين ادي له اوكي وهبدأ برضو بقى ايه اتحكم قدي عنوان للصورة اي عنوان وهدي له اوكي هو برضو بنفس الطريقة هيبدأ يحملك لكنه انت في الحالة دي انت مديتوش صورة انت كده مش اه ما اعطيتش الموقع صورة انت اعطيتو برموت جاهز بتقول له انا محتاج مسلا صورة آآ قطة تلعب في الحديقة او كلب يلعب في الحديقة ايا كان انا اديته البرموت ده واخترت اسم التصميم وبعدين اديته كمان انه هو يكون يعني يطلع لي صورة الانيمي اللي هو بتاعها وبدأ استناه يحمل بالشكل اللي ظهر قدامك ده وطبعا سواء استقدمت برموت جاهز او استقدمت صورة ففي الحالتين انت بيطلع لك فيديو مدته سنيتين تقدر تجمعه وتعمل بتعمل منه فيديو احترافي حصري مية في المية ليك زي ما احنا شرحنا في اول الحلقة وزي ما انت شفت في اول الحلقة الحاجة بقى المهمة يا جماعة اللي انا عاوز اتكلم فيها انه الطريقة دي تنفع معاك كمنشئ محتوى تقدر تعمل قناة باي محتوى انت عاوزه وتقدر انت مغرمتش حاجة في الموضوع ده غير صوتك وممكن كمان ما تستخدمش صوتك ممكن تستخدم صوت اي ربوت لكن يكون احترافي وما يكونش متداول قوي علشان لما قناتك تتقدم للمراجعة تتقبل كده الصورة يا جماعة الانيمي طلعت اهي بالشكل اللي ظهر قدامك اهو ده انت بمجرد ما انت اعطيته بس البرموت الجاهز او الامر خلاص تقدر تحمل بقى الفيديو كده ضغطة واحدة هنا تحمل معك الفيديو بالشكل ده وخلاص بقى جاهز معك تمام كده يا جماعة احنا وصلنا نهاية الحلقة يعني اتمنى حاجة بس بس المحتوى الهادف بيموت بالمشاهدة الصندة انت في اول فيديو نسيتني وعملتش لايك فانت خلاص في نهاية الفيديو واستفدت من الطريقة اعمل اعجاب بالفيديو ده وتعليق محفز عشان يوصل لأكبر عادل من ناس وغيرك استفاد زي ما انت استفاد اتمنى الخير والطوفي للجميع وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته